خلينا دلوقتي نروح لتقرير يمكن من أمس من القرع الخاصة ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطيرة سيدات نروح نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية بدايات البطولات دايما هي زي يقول الحمى البدايات لازم نخلي بالنا لازم نخلي بالنا لازم نخلي بالها كل الناس بكرة بتفرج عليهم بنقول لهم مش يدي حيلكم لأن البداية نفسها بتجدي الدفع الأولانية وأعتقد البداية عندهم كل الدوافع لإدارة يحاول البطولة دي على أرضهم وسط جماهيرهم وبداية بإذن الله تكون بداية إن شاء الله تكون مؤبدان موافقة لأن يعني مش عايز أقول لحنا إيه يعني حمى البداية دي بقت فيها هي مشكلة ممكن تبقى معاك عليك لكن أتمنى إن شاء الله يكون معنا بإذن الله بالتوفيق من عند ربنا وأعتمدنا البداية إن شاء الله يدروا حقا وجماهير وطموحا وجماهير النادي الأهلي بإذن الله الحمد لله طبعا نحن قدرنا نستضيف البطولتين واربعة الحمد لله بطولة الولاد يعني طبعا بعيدا عن نحن كمان قدرنا نفوز بيها ودي طبعا سعادة لنا ولكن نظمناها بشكل يعني مشرف للنادي الأهلي والمصر كلها فإحنا إن شاء الله بنعمل إن احنا هنمشى على نفس الفطر بتاع الرجال وإن إحنا كمان إن شاء الله نفوز بيها أكيد البطولة هتكون صعبة شوية فيه فرقة كتير مشاركة يعني لما شفنا النهار دا في القرعة فيه فرقة كتير مشاركة ومنها كتير حصلوا على اللقب الأفريكي فهتكون بطولة قوية وإن شاء الله كمان يعني التنظيم كمان هيكون قوي إن شاء الله طبعا معروف الندي الأهلي بيلعب دايما على المركز الأول يمكن شفنا الرجال قدوا أداء قوي يمكن مخسرناه الشوت للبطولة حتى الماتش الفاينل خلصناه بشكل كويس جدا فأتمنى إن شاء الله السيدات هنكون يعني على قد من المسئولية وأكتر كمان إن احنا نردأ إن شاء الله نفوز ونزر بشكل كويس ونتأهل بطولة لكس العالم الأندري إن شاء الله أنا عايز أقول إن احنا يمكن أصعد مجموعة معنا فريق قوي هو فريق سجون الكيني يمكن دي أقوى مباراة هتكون موجودة في المجميع كلها مش مجموعة النادي الأهلي فقط فإن شاء الله يعني إحنا بكرة الماتش اللي افتتاح هيكون مع الجزائر إن شاء الله يعني هنبدأ الفرية تدخل أجواء البطولة وبعدك إن شاء الله ماتش السجون الكيني نكون جاهزين دي بأقوى يعني حاجة عندنا إن شاء الله طبعا دي بطولة على بقوة البطولة بتاعت الولاد دي بطولة البنات على طول ابتادت على طول ده طبعا مجود كبير للمنظمين في النادي الأهلي وبنشكو النادي الأهلي على التنظيم الرائع دوت بالنسبة للبطولة أنا شايف طبعا السنة دي فيه تبقى أعلى شوية الدخول الأهلي السنين الفات مكانش موجود الزمالك بطل بطولة السنين الفات حمل اللقب كاليا حمل اللقب التاني بعد لدي الزمالك ففيه تلت فرق قوية جدا في البطولة دي الغريب إن البطولة دي فيها عشر فرق جدا عن السنة اللي فاتت يعني فيه تسعة مجوش وعشر جدا بدلهم دولها مش معروفين لحد طبعا هتبقى العملية مبهمة شوية بالنسبة للفرق القوية لازم تقعد يعني لازم يجب المداربين يجوا بقى يتفرغوا على كل المرشات ويشوف الفادي شكلها عامل إزاي لان الفادي بيكتش موجودة السنة الفات يعني لأنه كان ما عنديش فرق فرق لها يعني فبس إن شاء الله تبقى بطولة موفقة إن شاء الله تبقى المصري يعني مشركة النادي الأهلي الأهلي بطل الدوي وأعتقد إن هو طبعا الفرص عالية جدا 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 الزمالك فرص عالية جدا برضو الكينيا فرصها قوية جدا يعني بعضنا بقول لحالي يكمل الأول فيه ثلاث فرق محدش يعفل لي يكسب غير دلوقتي بس طبعا أدفانتش بيبقى للنادي الأهلي عشان ما لعبه وعشان جمهوره وكده وبني رفع الأفضل يعني المجموعة طبعا مشكري يعني هو طبعا عشان إن هم 15 فرق اللي جمفة أسموهم على أربع مجموعة فنادي الأهلي بقى فرق ثلاثين بس يعني هم ثلاثة فهو حيبقى عنده ماتش باي هيلعب ماتشين بس أعتقد المدارب هو الاختار الفرق دائما المدارب ياختار الفرق الأضعف نشكر نادي الأهلي على الضيابة وعلى حسن المعاملة ثانيا بما يخص المقابلة مقابلة يخفى لكش نادي الأهلي كل الإمكانياته باللعبات ومحترفات احنا الفرق الجزائريا لعبات كل يعني مكاش لعبات محترفات وما يخفى لكش احنا ركزنا على السن ركزنا على السن أصغر لعبة 16 سنة 17 سنة 18 سنة وذلك من أجل أخذ الخبرة والتجربة وحنا حبونا حبونا المنادي الأهلي ومصر هو اللي خلنا نشاركو كما قلت بيكون بدون مجاملة وكل التواضع لكن في دولة أخرى ما روحوش نشارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر